مشاكل عديدة تواجه 500 عائلة من النازحين المتبقين في منطقة غرب اليوسفية مع عوائلهم منها مادية ومنها صحية هؤلاء النصوى تحدثنا عن أبرز معاناتهن داخل المخيم الواقع في منطقة عويريج بعد نزوحهم من مناطق القائم وحديثة والرمادي واتعذرت عودتهم في الوقت الروهن للمناطق التي حررها الجيش العراقي من قبضة داعش هستين قدمنا قبل كتب يساعدنا ناستين لا ما ويعني ثلاث عوالي قاعدين بكرفان كرفان حجموا من هذا الفشان الخيمة وعدنا لا معين ولا إلا الله سبحانه وتعالى هو المعين والله المريض هو المريض اللي يطلعون بره المخيم والله أنا استعجعت قلب الله وكيلك لا أقدر لا عند شيء أروح أعالج نفسي ومهينة هالعلاج هاي ما يفيد ما جاي يفيدنا صارنا أربع سنوات متهاجرين وتهجرنا من يثرب لي جاي البغداد بالدورة ونشكر المدرسين كيف ندرسنا ومدرسة وقمنا وشدين حيننا ودراستنا وعلى عن هذا الدواعش البطلة ودراستنا ورجعنا وندرس ونكمل دراستنا بخير ظروف إنسانية صعبة تواجه النازحين منذ فترة ليست بالقصيرة داخل الخيام التي يقتنون فيها رغم المساعدات المادية وعمل المتطوعين للبيئة الجديدة المؤقتة التي تكونت ومنها المدارس المتواضعة وغرف الطبابة نحن متطوعين هنا نداوم بدون أي أمر صارنا السنة الثالثة أنا بكالوريوس تاريخ وأيضا نازحة من الأنبار ودأ داوم هنا بس بيتنا مو بالمخيم نحن خارج المخيم والسنة الثالثة نداوم مقابل أي أجر ماكو أكثر يعانون من ضغط نفسي الفرق أقاعهم أخبار مو تمام عن مناطقهم هذا شيء يجعلهم يعني من أمراض يسموها جسد نفسية في الأثناء أزار وزير الداخلية قاسم العراجية المخيم المذكور للإطلاع على وضع النازحين وتقديم المساعدات الممكنة اليوم الأربعاء جهود الجميع والجهود الطيبين إن شاء الله أنتظر منك وسهلا تقول لي يا أبا المخيم كله واجعوا الأهالي إلى بناطقهم وبيوتهم ومساكنهم وأهلهم أكيد هم نجي نزور مكان هذا ونقول هاي الأوضة الطيبة قدمت خدمة لأبنانا استبرق حسن الحرة بغداد